هو دليل قاطع على نجاح النهج المهني الذي اتخذته الوكالة نينا في التعامل مع جميع الأنشطة السياسية والأمنية والثقافية والرياضية بحيادية وهذا الأمر جعل متابعيها يمنحون أخبارها درجة عالية من المصداقية منافع المساوي معه التفاصيل نتاب بدون إثارة وفبركة تؤثر في المجتمع هو النهج الوطني المستقل الذي تسير عليه وكالة الأنباء الوطنية نينا التي احتفلت بأجواء من البهجة والسرور في نقابة الصحفيين العراقيين بالذكرة التاسعة لتأسيسها بحضور عدد من المسؤولين ونخبة من المثقفين ورؤساء تحرير الصحف والمؤسسات الإعلامية اليوم الوكالة الوطنية العراقية تحتفل بالذكرة التاسعة لولادتها وتدخل العام العاشر إنما هو تغير نوع منهجي في عملية الإعلام والمنتوج الإعلامي الذي تقدمه هذه الوكالة بعد التوسع الحاصل في عمل الوكالة من خلال المندوبين والمراسلين المنتشرين في بغداد والمحافظات والدول الأوروبية والدول عربية ودول أميركية وأيضا التقدم التقني والسبق الصحفي الذي تقدمه الوكالة أنا أعتقد أن الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا أصبحت ليس وكالة محلية أولى وإنما أصبحت وكالة متميزة ما بين الوكالات العربية والوكالات الأجنبية ونعمل خلال الفترة المقبلة أن تقدم نينا منتوجاً إضافياً ومنتوجاً يساهم في بناء مجتمع إعلامي متطور ومجتمع عراقي متقدم ونقل الخبر والأحداث للرأي العام دون تزيق وتجميل وبموضوعية ومهنية واستقلالية عالية المستوى الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا التي تأسست قبل تسع سنوات أعتبرها الآن من الوكالات المتميزة في العراق لسببين؟ أولاً لأنها وكالة صادقة ومحايدة وغير منحازة لا لدولة ولا لحكومة ولا لحزب ولا لفئة معينة هذه أولاً وثانياً لأنها تبيع أخبارها كنت أحد المساهمين الرئيسيين في تأسيسها عام 2005 ويسعدني ذلك ويسعدني أكثر أن أتوجه لي الدعوة لحضور هذا الاحتفال الإعلام الوطني المهني المستقل الذي ينقل الأحداث كما هي ويعطي صورة إيجابية عن الإعلام العراقي تمثل فيما قدمته نينا خلال السنين الماضية مما عزز من مكانتها وجعلها في مقدمة الوكالات الإخبارية المقرؤة على شبكة الإنترنت هذا ما أكد عليه السيد مؤيد اللامي في كلمته التي ألقاها في الاحتفال الذي تضمن عرض فيلم لأهم منجزات الوكالة كما شهد الاحتفال تكريم المبدعين والمتميزين من العاملين في هذه المؤسسة الإعلامية العريقة هذه الوكالة قدرت من خلال شبكة مراسلها سواء في بغداد أو في المحافظات وكذلك في المكاتب الخارجية أن تثبت نفسها وقدرتها على العطاء المتميز الحقيقة السنة الأخيرة لهذه الوكالة حققت رقم قياسي أنه يومية بث 140 خبر وهذا الرقم يمثل فتقدرة غير طبيعية لأخبار متميزة تغطي بها الساحة العراقية ومستجداتها وكذلك الساحات التي فتحنا مكاتب بها بالخارج 15 مكتب في دول عربية وأوروبية طبعا شعور لا يوصف وهذه السنة الثانية التي أحضر احتفالية الوكالة وتأسيسها طبعا أتمنى الوكالة الوطنية العراقية للأنباء وكالة نينة الموافقية والنجاح وأتمنى لجميع الزملاء الموافقية والنجاح والإبداع والتألق الدائم في عملهم استبشر الخيرون من أبناء هذا البلد بولادتها كونها من رحم معاناتهم لتكون عبر سنينها التسع أحد المنابر الأساسية في الدفاع عن قضايا المواطن ونقل الخبر بسرعة وحيادية منافل موسوي العراقية الثانية بغداد اهلا بكم وحبتي المشاهدين من جديد ولازمنا متواصل معكم فيكم